السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله اشترك معكم واحد من الزمن اللي تقدروا تحضروها المرأة في مرحلة النفاس حضرتوا الأختي لي وعجبها بزاف تمنى ان شاء الله حتى انتم يعجبكم وتفضلوا معي باش تفاصيل الوصفة لتحضير هاد الوصفة غدا نستعمل زلافة عامرة ديال الدقيق السميد الناعم وزلافة ديال الفارينة اللي هي فارين تيب 65 يعني كتكون فارينة مغربلة من النخالة كتكون النخالة الغليدة مزولة بالمرة وحتى اللي كتكون رقيقة حتى هي مزولة وغدا نضيف هنا كيف ما كتشوفهم هيا الخميرة البلدية يعني غنضيف زوج ديال مغارف كبار اللي تقدروا تعبروا يعني خمسين جرام تقريبا انا استعملت هنا يا زلايف لانا كتطلبوا مني باش نعبر لكم بالكيسان وبزلايف ولا كرة كل واحد والحجم ديال زلافة اللي عندو انا زلايف اللي عندي راهم مكبار مهم غي قد تخلطو يعني اي نوع ديال الدقيق توفرتو عليه يعني اللي اللي بغيتو بحال دا بلا استعملتو مثلا الشعير ضروري ما تغلبو يعني الفارينة اكتر او القمح اكتر لانا سينو كي ما كيجيش مزيان غي خصو يتخلط يعني ديال المسمن ضروري ما كنا نضيفو يعني كنضيرو نص نص او كنستعملو الدقيق القمح اللي كيكون مغربل دقيق القمح كيجي مزيان الى كان مغربل اه 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 اصافي من بعد ما اجمعتها بالماء بدافئ اه اه اجمعتها مزيان اه اه اجمعتها مزيان اه اغادنا نضيف لها دا بشوية ديال الملح وغير مقررش لما بشوية بشوية حتى تطلق لنا العجينة بزيان واسميدة كتشرب الماء اي نستعملت لا سومول اكستخافية يعني طريقة معروفة يعني كيف ما كل واحد كيفاش كيعجن انا كنا نبغي ها تجمع قاسحا ومبعد نقرخفها بشوية بشوية بالماء او كتعجنوا يعني بالآلة ديالكم اولا اه انا ما قدرتوش تعجنوا اغي كتجمعوها وتخليوها ترتاح ومبعد كترجعو تزيدو لها الملح يعني مليك نخليوها ترتاح ربح اللي دلقناها يعني كل واحد والاستيطاعة ديالو كيلي ما عندوش كيد الروه يدي ما يقدرش يعجن يعني غي يجمعوها وخليوها ترتاح ومبعد رجعو بش تزيدو لها الملح انا هناك نزيد الزيت الزيتون اللي ممكن تستغنوا عليه زيت الزيتون باش غايدي يعطيها واحد القرمج هاكي يجينا المسلم من القرمج وفي نفس الوقت كترطب لنا العجينة يعني زيت الزيتون ممكن تفادوه وحتى الملح لما بغيتوها احتى هي ممكن تفادوها هنا كيف ما شفتوا معايا كنبقى ندلكها يعني نجمعها نجمعها مزيان حتى كتولي رطبة وما يبقى وش بارونينا الحبيبات ديال سميدة باش كيجينا المسمن يعني زوين وكيجي ساهل وكيجي مورق يجي نحتى الساهل في الزيتغراس هنا غدا نخليها ثلاثة تسويح خليتها ثلاثة تسويح ترتاح ومن بعد غدا نمشي باش غدا نوجد الحبوب اللي غدا نستعمل في هاد المسمنت استعملت السنجلان زرعت الكتان وستعملت كذلك الزعفران هاد شي كله انا ما حمرتوش استعملت حباء ديال البديان حبتين ديال هاد نويرا وكذلك استعملت شوية ديال لوز التوابي اللي استعملت هي استعملت الحلبة نصف ملعقة صغيرة واستعملت حب برشاد نصف ملعقة نافع نصف ملعقة تقريبا ثلاثة ديال حبات ديال قوعقلة استعملت على القصبر حتى هو نصف ملعقة الكامون حب برشاد كارتو من باق انقبل وكروية واستعملت حتى القوزة الصحراوية استعملت غيشي شوية ديال القوزة الصحراوية والسانوش صافية كنتحنهم مزيان ومن بعد كنمشي باش نبدأ نقرص يعني من بعد ما مرات ثلاثة استواياع يعني شكلت كويرات كيف ما شفته معايا خليته مرتاحه تقريبا نصف ساعة وكنبدأ يعني نقرص في المسمن ديالي كنحاول نسرحه مزيان يعني كنورقوه مزيان بمزبال حبيبات اللي كي بنوريكم دباف هاد العجينة ارى ديال اه ديال الخميرة البلدية لانا محضرة بالدقيق الكامل من بعد ما كنصرح العجينة مزيان كيف ما كتشوفه معايا نحاول نورقها على قدر الامكان غدا نسرحها غدا نرشها لداخل بشوية ديال زيت الزيتون ما قدرش نستعمل زيت الزيتون بالساف لانا من بعد من اللي كي طيب نقدرون ندحنوه بزيت الزيتون من بعد الى بغينا وغا نكون طحنت شوية ديال التومة كيف ما شفتوا معايا هاد الفيلي هادا اللي استعمل ديال زيت الزيتون هو الوحيد اللي غدا نستعمل من بعد ما عديش نعود نقرسو بالزيت الزيتون غدا ندهنوه كيف قلت لكم بالتومة بطحونة غين شي شوية مشي بزاف يعني كله وحده ندهنوها بالتومة يعني بحلب خانسي بديال الطوست طوست اللي كي دهنوه بشوية ديال التومة مبعد كي اضيفو لي الفرماج احنا ما قدرش نستعملو الفرماج غدا نستعملو اه توابيل و اه زنجلان واللوز اه بالنسبة زنجلان واللوز يعني ممكن تستغنوه على اللوز الى ما كنش حدكم تعاوضوه بالكوكو اه زرعة الكتان كذلك لما بغيتو هاش ممكن تستغنو عليها غي هي ضروري ما كنستعملو اه اما زنجلان اما كوكو باش ميجونش توابيل مجهدين بزاف انا غدا نخلطو بشوية ديال السودانية وشوية ديال السميدة سميدة اللي تقدرو تعاوضوها بالنخالة رقيقة يلا بغيتو ولا اه سميدة اللي كنحطرو بها الكسكسو ديال القمح كتاخدو اه يعني كتغربلوها ديك سميدة رقيقة حتى ديك سميدة المحمرة اللي كنتشاركتها معكم ديك المرة حتى هي ممكن انكم تستعبلوها انا مني كنكون غدا نحضر يعني شي حاجة اللي ما غداش نحضرها ليا يعني كنحاول ما امكان اني كنحضرها بالذوق ديال الاخر ما كنحضرهاش بالذوق ديالي انا سافي كنا رش كيف ما شفتو معي بهاد الخاليط حدا داروني ما تديرو شوية ديال السميدة ولو شوية ديال النخالة الرقيقة باش كيجي شوية حرش نسمن سافي ما تضيفوش واحد الكيمياء كبيرة باش كل شي يعجبو يعني لادفتو كيمياء كبيرة قدر يجي مجهد السفن الماداق سافي مني كي بديطي بهاد المسمن كتعطي وحد الماداق بحل بحل رفيسة وبالنسبة لطريقة ديال الطي كطويه يعني بطريقة اللي بغيتو انا طويتو بهاد طريقة هادية يعني كل ما راو كي باش كنطويه كنكمل يعني الكميات ديال المسمن ديالي كام لحتك توجد كاملة كاللويها كاملة ومن بعد عد كن نبدأ نطيب فيه هاد المسمن ديال الخميرة البلدية يعني كي يستبر يعني وقت ما وجدنا مش مشكل باش كي يجي كي تهتم ضروري ما نخلي وهي ارتاح واحد شوية ضروري ما نخلي وديك الخميرة تعطي المفعول ديالها الى غي عجلناها وبدينا تنقرصوا فيها بحلي ما درنا حتى شي حاجة بحلي ما درنا لخميرة الاول ضروري نخلي وترتاح ونغطيها على البرد يعني نخليها في واحد الماكان دافئ اه باش كت تعطي المفعول ديالها الخميرة البلدية طفي انا غدا نطيبو بهاد على هاد الورق هادا غدا نقرصو هنا يا باش ما غا نستعملش بالمرة الزيت يعني ممكن تستعملو احتل من دل كيلة بغيتو هاد الورق هادا تقدروا تستعملوه حتى الى كانت عندكم شي مقلع يعني اقدامت وما بقاش كتصلح يعني نطيبو فيها ولا ممكن يعني لكن تغطيبو على الطين ممكن تطيبو على الطين مباشرة غيو الطين كياخد لي انا بزاف ديال الوقت يعني ماشي دايما كان طيب فيه كان طيب فيه مني كيكون عندي الوقت الفراح ديال الطين إلا بغيتو زيت زيتون ما يتحرقش طروري كان نقصو عليهم مزيان ولا نقصنا عليهم مزيان كانت عطلو بزاف اه مويمة انا حينت عندي اه ديال الطو اخيم ديال القاز معرفتش لان فاش كان عنديش حالة ديال القاز انا عمرني ما مكاش عدي في ديالوقت مصطين طفي اه كنخليوه طيب كيف ما تشوفو معايا كنقو نقلبو يعني كيف العادة كنقو نقلبوه باستمرار كتنفخ من الداخل وكيجي مفروق باسمي دال لي زدنا لهذاك الخالط كيف ما كتشوفو كيفاش كيجي كيجي زوين بزاف وماللي وجد قدروا كيف بتليكم تحنوه بزيت زيتون كتوجدوه من بعد من اللي كتبغو تحطوه في الطبلة ضروري متسخنوه يعني ضروري يكون سخون هاد المستمر لما كانش سخون ما كيجيش نرى خليت لكم الصوت غي باش تسمعو يعني القرمشة دي المسمن هاد القرمشة دي راجعل هادك زيتون لبثنا انتوما كيفاش كيجي كيجي احتمل داخل مفروق باسميدة اللي ضفنا الخالط دينا والمضاق يجي لديد بزاف مختلف المسمن بزعفران وبالمساخن انا معروف غي هو المساخن انا كيحنا كيجيونا مجهدين بزاف ماشي كل شي كيقدر ياكلهم تمنى ان شاء الله هاد الفكرة دي اليوم تنال اعجاب ديالكم والى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضع ودائعه السلام عليكم